السجار ليه أشكال وأحجام كتير جدا والنهاردة هنتكلم عن أشهر أشكال السجار وأنواعها أشكال السجار بتتأسم لقسمين أول قسم اسمه البريهو والبريهو بيبقى شكل السجار من فوق زي تحت بالظهر والجزء اللي فوق بنسميه الكاب والجزء اللي تحت بنسميه الفوت فلما تلاقي شكل السجار من فوق شبه تحت يبه هو ده البريهو زي اللي جا البريفادا الـ H99 هتلاقي الكاب من فوق شبه الفوت من تحت وده الشكل الاستواني الكلاسيكي المعروف للسجار تاني نوع من أنواع البريهو هو البوكس بريست والشكل ده بيبقى مضغوط وليه أربع أضلاع برضو هتلاقي الشكل من فوق زي الشكل اللي من تحت بالزبط بس اللي اختلاف إنه هو ليه أضلاع مش شكل استواني والميزة في الشكل ده إنه هو لو حطته على طرابيزة مثلا ما بيتضحركش وكمان مسكته في الإيد بتبقى مريحة آخر نوع معانا من أشكال البريهو هو الكوليبرا أو التعبان وده عبارة عن ثلاث أنواع بريهو بس ملفوفين مع بعض والشكل ده ليه قصة جميلة جدا لو عايزين تعرفوها اكتبولي في الكومنتات كده يبقى أول قسم خلص اللي هو بيبقى شكله من فوق زي شكله من تحت تاني نوع من الأشكال اللي هو بيبقى شكله من فوق مختلف عن شكله من تحت يبقى مدبب من فوق أو مدبب من فوقه من تحت ومن الأشكال دي التوربيدو هتلاقوا إن الكاب شكله مدبب ومن تحت شكله عادي وفيه برضو البرامد وده الكاب بتاعه بيبقى نازل بشكل هرمي كده وبرضو الكاب من فوق غير شكله من تحت وعلى فكرة ديفيدوفي التايجر ايديشن ده من الأنواع الجميلة جدا لو حد برضو جربه يكتبلي في التعليقات ومن أشكال الفيجرادو برضو شكل البريفيكتو وده بيبقى مدبب من فوق ومدبب من تحت برضو وبرضو من أشكال الفيجرادو شكل البليكوسو وده بيبقى مدبب من فوق وعادي من تحت وفيه برضو شكل اللي تشزل او الازميل لو لاحظت كده شكل الكاب من فوق هتلاقي انه شبه شكل الازميل بالظبط وبردو شكله من فوق بيختلف عن تحت وبردو من اشكال الفيجرادو شكل السالمون زي القلمة فورتي اللي من شركة بلاسينسيا الكاب بتاعه بيبقى مدبب من فوق ومن تحت برضو بيبقى مدبب وليه شكل مميز كده في حد دلوقتي هيقول لي ان كل اشكال الفيجرادو شبه بعض هقول له متهيقلك لو حطتهم جنب بعض هتلاقي ان كل واحد مختلف خالص عن التاني طيب واشكال الفيجرادو دي ايه فايدتها اقول لك ان اشكال الفيجرادو دي انت بتقدر تتحكم في السحب يعني لو قطعت الكاب قطعة ديئة فالسحب هيبقى ديئة ولو قطعت قطعة كبيرة فالسحب هيبقى واسع ولما السحب يبقى ديئة فانت بتشد اكتر وبالتالي درجة الحرارة هتزيد فالزيوت اللي موجودة في الاوراق هتتطبخ على درجة حرارة عالية والطعم هيتغير على عكس لو السحب واسع فانت هتسحب بالراحة ودرجة الحرارة مش هتعلق فالزيوت اللي موجودة في الاوراق هتتحرق على نار اهدى وطبعا الطعم والبروفايل بيختلف فاشكال الفيجرادو بتتيح ليك تجربة اوسع من الاشكال البريهو لان في اشكال البريهو مهما تقطع من فوق القطعة كلها بتبقى واحدة وبس كده يا صديقي لو حد عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتات